السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدنا الكرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا كشف الإعلامي المغربي المصطفى العسري العديد من الوجاءات فيما يخص أنبوب الغاز الجزائري المر من الأراضي المغربية هي تقال أعتقد أن الجزائر ستكون مضرة ومرغمة لتجديد اتفاق مرور الغاز عبر التراب المغربي وأن المغرب سيفرض شروطه من أجل تجديد والدليل التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري ولوزير الخارجي الإسباني وكذا الضغوط الألمانية في هذا الاتجاه وكشف ذات المتحدث أن أنبوب الغاز بين بني صاف الجزائرية والميريا الإسبانية لا يمكنه تعويضه بالأنبوب المغربي وهو ما جعل الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون يتدخل شخصيا لتبديد تخوفات إسبانيا من شتاء قاس ووعد بالوفاء للالتزامات الجزائرية تجاه أوروبا ولو أدى به الأمر إلى استعمال السفن في تصدير الغاز وهو ما يعني تكاليفة إضافية تخص النقل بالسفن وأجور تواقم السفن والنفط المخصص للنقل والزمن المهضوري وبالتالي تقريز حيز الأرباح من مداخل تصدير الغاز وأضاف المصطفى العسري أن الجزائر لن تستطيع إيجاد حل واقعي لتدريعيات إغلاق الأنبوب المغربي حيث ستتقلس الصادرات الجزائرية من الغاز إلى إسبانيا بمقدار النصف دون إغفال مخاطر النقل عبر الأنبوب الجزائري على بيئة بالنظر إلى طول الأنبوب الذي يقارب طوله 210 كم عبر البحر في حين لا يتجاوز 47 كم عبر مضيق جبال الطارق يختتم المتحدث تحليلا